هذا وتعيش العاصمة الفرنسية بريز ترقبا حذرا مع استضافتها مساء اليوم مباراة كرة القدم بين المنتخبين الفرنسي والإسرائيلي هذه المباراة التي تجري وسط حراسة أمنية غير مسبوقة لحدث رياضي من هذا النوع سبقتها تظاهرات منددة باستضافتها وبالسماح لحفل جمع تبرعات للجيش الإسرائيلي أقيم عشية المباراة ألف الفرنسيين يجبون شوارع العاصمة احتجاجا على استضافة بريز لحدثين حفل لجمع تبرعات للجيش الإسرائيلي ومباراة لكرة القدم بين المنتخب الفرنسي ونظيره الإسرائيلي الحدثان يتوليهما السلطات الفرنسية انتباها خاصا فحفل دعم الجيش الإسرائيلي يجري في مكان سري وتنظمه جماعة إسرائيل إلى الأبد وهي تعرف عن نفسها في هذا الملصق الترويجي للحفل بأنها تجمع للصهاين الإسرائيليين الفرنسيين في خدمة ودعم وقوة وتاريخ إسرائيل هذا التجمع الذي دعي إليه وزير المال الإسرائيلي المتطرف بيتسلي إيل سموتريتش استنفر عشرات الجمعيات الحقوقية الفرنسية التي اجتمعت لرفع دعوة ضده ما دفعه لإلغاء حضوره خوفا من اعتقاله فور وصوله إلى باريس لكن يبقى الحدث الأكثر ترقبا هو مباراة فرنسا ضد إسرائيل حيث يكشف عدد البطاقات التي بيعت لها وهي لم تتجاوز العشرين ألفا في ملعب يتسع إلى ثمانين ألف متفرج عن مقاطعة شعبية واسعة هذه المقاطعة سيطغى عليها الحضور الأمني المكثف بأربعة آلاف شرطي لتأمين المباراة في حين سيحضر الرئيس مكرون شخصيا في المدرجات كمشجع برفقة الرئيسين السابقين نيكولاس ساركوزي وفرانسوا أولاند أما هؤلاء فسيتظاهرون خارج الملعب للتنديد بما يقولون أنه تصفيق رئيس الجمهورية للاعبي منتخب يمثل حكومة ترتكب المجازر في غزة وفي لبنان فددهوك لقناتي العربية والحدث باريس اشتركوا في القناة